حياكم الله أخواني وخواتي في هذه الفقرة من علماشي فقرات علماشي قصيرة جدا ونسأل الله أن تكون مفيدة جدا أمر عجيب طلب مني أن ألقي كلمة لمدة ساعة كاملة في مركز إسلامي بسبب الخلافات الأسرية وهذا يعني بعض أمور الطلاق والشقاق وما أدراكم والفراق والخلافات والثأر فالموضوع كان مركزين على نقطة الشك 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 الحكومة اللي هو مبلغ من المال ترسله الحكومة الكندية إلى مساعدة الأطفال والأبناء والبنات ويكون هذا الشك باسم الزوجة فهذا الشك أصبح خنجر أو سيف يقطع عنق الزواج ويسبب الطلاق طيب إيش كمان؟ قالوا والله يعني أن خلافات شديدة على هذا الشك أن باسم الزوجة والزوجة يعترض والزوجة تعترض مما يؤدي إلى فراق وشقاق وطلاق وثأر طيب يا جماعة الخير هي ما هي مسألة الشك المبلغ من الحكومة الكندية؟ أبدا ما هو مسألة الشك الخلاف هو في القلوب قلوبكم مو على بعض لأن لو قلوبكم على بعض كان المرأة لا تقول هذا الشك إلي بإسمي هذا الدولار للجميع وتعاون على البر والتقوى ولا تجعل هذا الشك سم يسمم العائلة ويسمم السكينة وجو الأطفال والأبناء لا تجعل فهذه خيبة عظيمة والخيبة الأعظم لما يكون الزوج مصر أن يأخذ هذا الشك حتى يذكر فيه كرمكم الله نعم عائلات عربية مسلمة نعم أو يذهب إلى القمار فيه أو يصرف في الحرام فهنا أيضا خيبة أكبر الخيبة الأولى أن الزوجة تصر أن لا هذه فلوسي اجمعت الخير طب ما هذا الرجال كمان بيشقى بتعب بياكل هوى مشان أيضا يعينكم طيب فالأمر هنا أنه هذا الشك إلي سبب لك خسارات ثانية لا تقوي عليها فشة الغل دائما نقول للأخوة والأخوات أقولهم ترى فشة الغل سهلة دير بالكم وثمنها غالي جدا جدا سهل إنسان رجل أم بالشارع تروح خابطه كف ولكن ثمنها غالي جدا فلذلك فشة الغل هذا الشك إلي هذا إلي ولأولادي طيب اللي قاعد بيشقى والطرطور اللي قاعد بيشقى طيب إيش إيش هذا يعني إيش وضعه هذا لا لأن قلوبكم مو على بعض حشاء للسامعين وحشاء للأخ الطرطور طبعا أنا أقول الطرطور بحالة وحدة بس فقط لا غير طيب إن كان ممن يأخذ الشك ويذهب يقامر فيه يذهب إلى الحرام يذهب إلى المخدرات يذهب إلى السكر والعربة كرمكم الله نعم لا كلام جميل عندي اليوم لأن هذا الواقع هذه حالات تأتيني تأتيني خلال سنين وزادت خلال آخر نقول ثمان سنوات زادت الحالات الجنونية فلذلك هذا السنامي الأسري هو سبب أن قلوبنا مو مع بعض قلوبنا مو على بعض ما عنا وتعاون على البر والتقوى ما عنا أننا نتقوى مع بعض قوتنا من بعض ضعفنا من بعض بالعكس تعاون على البغي والتقوي على أذي بعض فلذلك يا أحبة لو تذكرنا أمر واحد لو كانت قلوبنا مع بعض ونيتنا نية المثل الجزائري يقول لك صاحب النية يغلب صاحب النية يفوز لو نيتنا طيبة ونيتنا أننا أسرة أولادنا بناتنا أسرة تعاون تعاون نشد أزر بعض لما أصرت أن هذا تشك لي هذه فلوسي لا 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 وما أصر هو أن يأخذ المال ويلعب فيه بالحرام أكرمكم الله وينفقه في الحرام طيب ففي هنا مسألة أنه قد تكون الزوجة رائعة وتحافظ على هذا المال للعيال لأنها تعلم أنه سيسكر يسكر فيه أو يبتغي الحرام فيه وقد يكون إنسان ابن حلال درجة أولى ورائع ويعين العائلة وهي لا لا هذه فلوسي خليها للميك أب خليها للولاد خليها للطلعات لصديقاتي خيبة رح تخسر زوجك ورح تخسر صديقاتك وتعيشي في الضنك ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكة اللي يحب يمشي على إيديه ورجليه في السقف أو في السماء طيب قد يصل مسافة بسيطة ويقع ويتكسر متى ما غيرنا الطبيعة وتعاليم الإسلام وعزة الإسلام وإرشادات القرآن الكريم ترى نتعب ولذلك أحب سامحوني شوية الموضوع حار جدا لأن هذا الموضوع أدى أني أحيانا أدفن ناس بإيدي أدفنهم يتصلوا فيني الحكومة تعالي عنها كذا وكذا أو يتصل فيني مسجد أو أو سببه بدأ مشان التشك هذا سببه بدأ مشان التشك الدولارات السخيفة البسيطة أن أصرت الزوجة ثم يأتي الزوج ويصر ثم يدخل بينهم الشيطان ثالثهما فيقتلها أو تقتله وهذا الأمر إذا قلكم صاير في كندا يوميا الحمد لله القتل ليس بيوميا يوميا قلوا لا قلوا كل كم ساعة صاير هذا الأمر فلذلك أحب لو كانت النية إننا إحنا نتعاون مع بعض نكبر مع بعض نكافح مع بعض ننجح مع بعض نتسلق الجبال مع بعض نعيني الأبناء مع بعض ثمرتهم الطيبة لبعض كان ما اختلفت على هذا التشك التافح أكرم الله السامع ولكن أعيد إذا كان الزوج يريد يأخذ هذا المال للعربدة من حقها أن يتحافظ على هذا المال وإذا كان الزوج الطيب المثابر الزوج اللي يتعب ويشقى درجة الحرارة ناقص ثلاثين وناقص أربعين ويعمل ويساعد أم وهي تعاند هذا التشك لي لا 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 قلوبكم مو على بعض وهذا الزواج نازل إلى الحضيض أكرمكم الله فلذلك صف النية صف النية قبل ما تتصف حياتكم من السكينة والهناء قبل ما تجدوا أن الضحية الأولى والثمن الغالي أولادكم وبناتكم صفوا النية تعاونوا على البروة التقوى قولوا هذا الدولار لقوتنا الخير لنا أجمعين التفاحة اللي جاية مش إلي لا 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 التفاحة اللي جاية نقسمها للجميع جزاكم الله خير جميعا أكثر من الصلاة الرسول صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا لكم